التجديد والإجديد التجديد هو طبعا التطوير والتحسين والتصحيح والتوضيح والتأصيل والتقعيد والتفعيل كل ما فيه تفعيل بحسب فعله ومن التجديد هو أن تجعل الشيء جديدا كأصله الأول ولذلك جاء الحديث بتجديد الدين في حديث ابن داود أبي داود مش ابن داود الظاهري ابن داود المحدث أبو داود الظاهري ابن داود صاحب السنن وأبو داود صاحب مذهب الظاهري الفقه البغداد العراقي سنن أبي داود مش ابن داود اللي هو مؤسس المذهب الظاهري ابن داود محمد ابن داود داود هو المؤسس وابنه محمد معه في التأسيس وينسب إلى الظاهرية فداود هو عنده ولده اسمه محمد محمد ابن داود أو الإمام داود مؤسس المذهب الظاهري وابن حزم مجدد أو مؤصل أو مفرع للمذهب الظاهري كما هو معروف المهم صاحب السنن حديث أبي داود إن الله يبعث إليه الأمة على رأسه كل مئة سنة من يجادد لها دينها تجديد الدين بمعنى اعتباره كما نزل صافيا واضحا من دون ما ترأ عليه أو ورد إليه من الزوائد والشبوهات والإضافات التي ليست منه لا من نصوصه ولا من مقاصيده ولا من لغته فكل شيء طارئ أو استجد وظهر بموجب شوائب الزمان والمكان والحال كل ذلك لا علاقة له بالدين وإنما له علاقة بالتفاعل مع الدين والتمثل للدين من المتمثلين والمتدينين والمفسرين والمتعاملين مع النصوص والأحكام فتجديد الدين إذن إبقاؤه ليس إبقاؤه كما هو في لغته في أحكامه في مقاصده وأيضا تجديد الدين بمعنى تحريك النفوس وتحريك الأقلام وتحريك العقول وتحريك النظم وتحريك الأوعية التطبيقية والمصارات المنهجية والأدوات المعرفية وكل ما يتعلق بالفعل الإنساني بالمنهج الإنساني بالتطوير في البحث التطوير في التطبيق التطوير في النظم هذا هو التجديد مثلا نحن نتحدث عن تجديد الفقه مثلا مثلا بسيطة جدا نقولها لكم الآن كيف نجدد الفقه نجدد مثلا مصطلحاته وأمثلته عوض أن أقول باع دابة أو أتلف دابة أقول أتلف سيارة الدلو والحبل والقربة أقول الحسوب والآيفون والباي فون الحسوب والش يسمه الآخر الجهاز التليفون الموبايل الحسوب سامسو هذا هو الصغير والأوسط والكبير يعني الجهاز التليفون وجهاز الكتابة والآخرين فلما أقول اشترى حسوبا أو أتلف جوالا آيفون ما قاله لا تعطي شيخا ميكروفونا ولا امرأة لا تعطي شيخا ميكروفون ولا امرأة آيفونا لا ولا امرأة تليفونا ولا شابا آيفونا ولا شايب راديوفونا هذا الدلال على أنه الحديث الكثير على كل من التجديد أيضا تجديد مثلا نحن اليوم نتحدث عن تجديد المصطلحات تجديد الأبواب الفقهية فيها تقسيم باب العبادات باب المعاملات باب الأسرة ممكن أن نتحدث عن فقه الثورة فقه الدولة فقه الإدارة هذه مصطلحات وأسماء لأبواب وأقسام ليست تعبدية ولنا أن نتحدث عن مثلا نتحدث عن في وصول الفقه نجدد وصول الفقه أن نزيل عن علم وصول الفقه مثلا الكلام في علم الكلام وفي علم المنطق مما لا علاقة له بموضوع الاستنباط وبموضوع الأصول أن نجدد وصول الفقه بمعنى أن نجعل وصول الفقه تقرأ بقراءة مقاصدية كلية ليست بقراءة فقط يعني قراءة استدلالية لغوية منطقية تقسيد الأصول أن نقرأ الأصول بمنظار لغوي وبمنظار تشريع استنباطي وبمنظار مقاصدي وأيضا بمنظار دولة وبمنظار تطبيقات في المجتمع وبمنظار تداول في المجتمع الأصول اليوم قد تحتاج إلى وسائل تعبير عنها هذه الأصول تحتاج إلى أن نستخدم وسائل التعبير ووسائل الفنون الآن في معرفة الأصول وتطبيقات الأصول وأن نتجاوز مرحلة الطريقة اللي فيها نوع من صعوبة العبارة وفيها نوع من ركاكة الأسلوب ولذلك بعض الناس يهجرون أصول الفقه ليس من جهة الأصول في موضوعه وأنما من جهة الكتابة وصعوبة العبارة وكثرة الحواشي والهوامش والفروع وكذا نحن إذن نجدد لماذا لا ندرس الأصول الآن بطريقة عصرية بالصبورة بالحاسوب بالأمثلة المعاصرة حتى بالتطبيق العملي وبالتمثيلية وبالمسرح وبالسينما لماذا ما يجيش فيلم اسمه الاستحسان مثلا يصورون الاستحسان يصوروه في السوق ويصوروه في الجدل بين الشافعي ومالك مثلا يعمل فيلم مجلس بين الشافعي ومالك مثلا عن الاستحسان وكيف تعرف الاستحسان بأنه تسعة أعشار العلم يا شيخ مالك يقول للشافعي إن من استحسن فقد شرع وبعدين يجي واحد من الدخل الثالث يقول المقصود وللإمام الشافعي هو التشريع بالهواء والتشاهي والمقصود بقول مالك هو الاستثناء من الأصل لمصلحة راجعة أو العمل بأقوى الديان هذر أضرب لنا مثلا يضرب هذا مثلا وهذا مثلا وبعدين يمشوا للسوق ويعملوا تطبيق للاستحسان المماثلون يعني يقصد ما معنى الاستحسان الاستحسان مثلا البوفي في اللوتي في الفندق البوفي في الفندق أنا كنا نعيشه في البوفي في الفندق هذا الغذاء الذاتي هذا بوفي مفتوح يعني كل واحد يمشي يأخذ الشعب هذي أصل واستحسان هو ما هو شو نص هذي ولا أصل كيف هو استحسان لماذا هو استحسان هذا هو تعاقد يعني أنت عندما تدخل الفندق أنت دخلت في عقد مع صاحب الفندق دفعت له أربعين دولار في الليلة مقابل منفعة سكنة واستعمال الماء وطعهم وسباحة ورياضة إلى آخرين فأنت دفعت أربعين دولار وهي مبلغ معلوم يقابله استهلاك غير معلوم واحد يأكل الطاولة كلها لا يبقى فيها ولا يذر والآخر المسكين يأخذ شوية إنما بنتف هكذا وهذا كله جائز لمن أكمل ولمن لم يكمل لماذا؟ لأن الذي أخذ الأكثر والذي أخذ الأقل أخذ شيئا مقابل الثمن مما أجازه العلماء استثناء من الأصف والعلة التي نهي فيها عن عدم العلم في المبيع أو في البضاعة هذه العلة منتفية في أجرة الفنادق وفي طعام الفنادق فلو احنا يجي واحد يعمل لقطة سينمائية في مقطع صوتي تلفزي ثلاث دقائق أربع دقائق يتحدث عن الاستحسان بهذه الطريقة واحد داخل الفندق ويعطي ربعين دولار ويمشي البوفاي وياكل ويجي ثاني يقول هذاك لا كثير وهذاك أكل قليلا وهذا هو الاستحسان في صورتي ويبين سيفهم الناس ما معنى الاستحسان وقس على ذلك المصلحة المرسلة وقس على ذلك الاستصحاب وقس على ذلك نحن اليوم في حاجة إلى تجديد الأصول بأوجه كثيرة من الأوجه والمسارات المسار التعبيري التمثيلي الإعلامي التدريبي الذي فيه استخدام وسائل التعبير الحديثة الميسورة والقليلة في زمانها والمؤثرة بصورتها وبإخراجها والتي تشد المشاهدين المشاهدون اليوم يتابعون المقاطع ثلاث دقائق سبع دقائق وخاصة المقاطع المصورة والمقاطع الصوتية بدرجة أخرى هذا من التجديد الأصولي قس على ذلك علم الكلام والفقه ممكن أن ندرس الفقه الآن البيع مثلا الملامسة الملابسة الملامسة والمنابذة الملامسة ما مع الملامسة مجرد يمس القطع يقول له خلاص هذا يبايع من بيوع الجاهلي المنابذة يرميله لحل بضاعة ويعمل له العقد والإيصال العقد وشروط العقد وعرف العقد الأخير هذه التجديدات مهمة جدا نحن معنيون بها وقس على ذلك تجديد الخطاب تجديد الزمن تجديد المضمون تجديد الوسائل تجديد الهيئة تجديد المكان إلى آخر من هذا كله تجديدات